بلغ عدد الذين تلقوا لقاح فايزر الجرعة الأولى في محافظة العقبة 350 شخصا في الوقت الذي وصل فيه عدد من تلقوا لقاح ساينو فارم الصيني 450 شخصا وقال ضابط ارتباط التطعيم في مديرية صحة العقبة رائد صلاح إن جميع المراكز الصحية المعتمدة لغاية تطعيم الأشخاص عملت على إعطاء الجرعة الثانية من لقاح ساينو فارم يوم الخميس الماضي وأنها تستمر ببرنامج التطعيم الوطني بإعطاء لقاح فايزر وقد عبر مواطنون تلقوا اللقاح عن ارتياحهم من إجراءات أخذ المطعوم سواء من حيث الناحية الصحية أو الإجراءات التنظيمية أخذت مطعوم أنا السينو فارم الصيني وجمال أن أعرض ما فيه الحمد لله والمطعوم ممتاز نشجع الناس كلها إن شاء الله تبادر وتسجل بالمنصة بالنسبة لنا نوقف ونقلل من حدة المرض فبالتالي لازم نلتزم بالمطايم والأشياء التي تخفف من حدة المرض اليوم إن شاء الله كان موعدي للجرعة الثانية سينو فارم والحمد لله أخذتها ألاحظت الاتزام بصراحة في المواعيد بالمراكز الصحية بالمسيجات سواء بالجرعة الأولى أو الثانية وأنا بشجع بصراحة على القدوم للتطعيم ترجمة نانسي قنقر